إيه اللي حصل بقى؟ إيه اللي حصل في موسم الصفقات الصيفية في الدوري المصري الممتاز؟ تعالوا نشوف ونبدأ بالنادي الأهلي صفقات النادي الأهلي هي كالتالي برونو سافيو البرازيلي شادي حسين مصطفى سعد الملقب بميسي كريم الدبيس عبد الرحمن رجدان محمود كهرباء عودة من الأعارة ومحمد مغربي عودة من الأعارة صفقات نادي الزمالك إبراهيم نضاي نبيل عماد دونجة عمر جابر زكريا الوردي مصطفى الزناري سامسون كنيولا ومصطفى شلبي وعمر السيسي غزل المحلة عبدالله بحر ومحمد مجدي وكريم مصطفى ومحمد جابر وصلاح ريكو وأحمد الجعيدي فيوتشر مهند لاشين ومحمد ريدا بوبو تفعيل بند الشراء وإحمد عاطف تفعيل بند الشراء عبدالكبير الوادي وهشام عادل ومحمود جنش تفعيل بند الشراء وعلي الفيل البنك الأهلي محمود الجزار وآدها محمد محمد أبو جبل وإحمد توفيق إسلام جابر ومصطفى روبي ورزاق سيسي وأسامة فيصل وحمدي علاء دخل بقوة أيضا البنك الأهلي سؤال انتقالات وصفقات كبيرة ومهمة السرماية كلوبات رواحد من يعني أبطال موسم الانتقالات يعني جن إبوكا ومحمود زلكا ورجب نبيل وعبدالرحمن سكران وإحمد الأرموتي ومحمد متولي كناريا محمد عادل وعمر قلاوة ومحمد بسام ومحمد ناصف وإحمد ياسر ريان وإحمد رمضان بيكهم وإحمد هاني وصلاح محسن الصفقة الأخيرة اللي تمت منذ لحظات اعارة من النادي الآن فاركو ياسين مرعي ومحمد شيكا وإحمد فهد ومحمد سعيد أما ببيراميدز فهدخل برضو سول انتقالات بتحفظ ما يعني زي الأهلي محمد الشيبي ومصطفة حيوة كريم حافز ومحمود عبدالعاطي ودونجة وده ليعيبهم يلقص أنك بتخشش تملة لعيبة وخلاص تشوف احتجاجاتك فقط صفقات سموحة محمود الملك أحمد شوشة أحمد عيسى أحمد عبدالعزيز أحمد السعداني محمد راشد جونيور أجيئ إسلام عادر كانو ومحمد عثام وحمد حسين وأحمد مصطفى وبن يمين بواتنج اعارة من الاتحاد صفقات الداخلية حسين رجب أحمد ريفو محمد نجيب صلاح يحية إيريك سرجي وألن كمبادي ومحمد رمضان وأحمد طريق سليمان ومحمد مجدي أيضا صفقات الداخلية محمود منصور ميدو حسام اعارة مهاب ياسر وشمسي كليتشي ووليد مصطفى اعارة ومحمد نصير اعارة ومصطفى فوزي اعارة أسوان برضو من عندها داخل سوري انتقاب بمنطق القوة أحمد فتحي وأحمد بالحاج ومحمد حمدي وإسلام صلاح صابر الشيمي علي فتحي دلسون وباي كمارا وابراهيم عايش ماليك إفونا ومحمود حكيم وجمال السعيد ميدو مصطفى ومحمد عطوى بس ونشترا قيمة كاملة تقريبا لسه عمرو حسام وميدو العطار وعبد الرحمن العشري ويوسف حسن واحمد حمودي ورفايل أياجو وإسلام جمال صفقات حرص الحدود احمد إبراهيم القاضي وإحمد أيمن عماد السعيد أحمد داودة مصطفى جمال وجيه عبد الحكيم محمود عبد الله ومحمود صلاح متحد فقوسة ومحمد أنور وإحمد عامر ومحمد شعبان وإحمد شيدي ناو هتلاقل عندها لطلع من الدرجة التانية معظمها أو كلها يعني التلاتة جايبين صفقات كتيرة جدا طلع الجيش ضم يحي حامد ومحمد سمير وخالد أمر وجلال الشرقاء ومحمد دياب وعمر رضوان وكريم حلاوة ومصطفى الخواجة إعارة وإحمد متعب ومحمود وحيد إعارة ومحمد شريف إعارة أحمد أيمن منصور ومحمد فتح الله إعارة إسلام محارب إعارة وكريم طورق إعارة صفقات بالجملة برضو طلع الجيش إن بضم رفيق قابو وجوزيف أتولي واسيف الخشاب وإحمد أمين أوفة ومروان شعراوي وديانج مليج وعلي أبو طالب ومودي ناصر ورمضان مصطفى وصلاح زايد ومحمد عبد العاطي إعارة وإحمد صبيحة وإحمد كلوشة وإحمد عيد لعب الزمالك إعارة صفقات المصري محمود جد ومروان حمدي وفرانك إدوجة وعبد الرحيم دغموم وعمر طارق وعمد الدين بوبكر وعمر السعداء ومحمد دبش وحسين السيد أنطوني أكوبوتو وعماد ميهوب إعارة صفقات للتحاد إبراهيم حسن والمهدي سليمان وناصر ناصر وإسلام عبد النعيم ومحمود عبد العزيز وقسطن أموتو ومحمد صالح وإحمد عيد وخالد صبحي وإحمد سيد غريب إعارة ولو إحمد عيد دبتع الزمالك يبقى هو زي ما قلت لكم هو راح أمبي خالد صبحي وإحمد سيد غريب إعارة من النادي الأهلي وعمر خليل ومصطفى إبراهيم ومحمود علاء إعارة من النادي الزمالك ياو أنور وصالح جمعة وباسم مرسي دول صفقات الإسماعيلي مع فراس شوات ونور الزمان زموري وإحمد محسن ومحمد حسن ومحمود شبراوي وعبد القادر كلبالي كريم رأفض وحمد النقاز ومصطفى فارس أحمد عيد اللي كان بتعلي التحدى من شوية الأولمبي مش بتعلي الزمالك اللي زي ما قلت لكم راح أمبي ماشي صفقات الكل عرب جوزيف قدشية وأحمد عيد وعبد الله محمود ومحمود رزق ومحمود فاهمي وعيسى أبو شيهي وفادي فريد دول ملخص صفقات أو الانتقالات اللي حصلت في موسم انتقالات صيفية في مصر ده ما قلت لكم تحسوا ان الفرقة كلها جابت لاحتياجات لاحتياجات وبس